سقوط طبي جديد شهدته مدينة غات بعد وفاة سيدة بسبب رفض استقبالها من قبل مركز سبه الطبي حليمة التي وافتها المنية بسبب تقاعص الجهات المعنية في الدولة عن أداء واجباتها اتجاه المواطن رحيلها لم يمضي بصمت إذ استهجن أهالي ونشطاء المجتمع المدني هذه الحادثة غير الإنسانية نحن أهالي ونشطاء المجتمع المدني وبعض منظمات المجتمع المدني بغات نعزي أهل الفقيدة حليمة الخير مينة التي وافاها الأجل بعد عدم استقبالها في مركز سبه الطبي ونحن إذ نستهجن هذا العمل الغير إنساني نحمل وزارة الصحة كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأمور والوضع الصحي في منطقة غات خاصة وفزان عامة وطالب الأهالي الجهات الحكومية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات هذه الحادثة التي يمكن أن يتعرض لها أي مواطن على الأراضي الليبية ونطالب بالآتي التحقيق الشفاف عما تعرضت له الفقيدة في مركز سبه الطبي يوم الخميس الموافق 19-8-2021 ميلادي وإضاح جميع الملابسات للمواطن الليبي ولم يستثني الأهالي إعادة تأهيل المراكز الطبية والمستشفيات بالأدوات الطبية والكوادر الحاضرة من مطالبهم إذ أكدوا الحاجة الشديدة للقيام بهذه الخطوة الهامة سرعة استكمال صيانة مستشفى غات العام سعة 120 سرير وتجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة بما فيها الجهاز المقطعي ومختبر طبي متكامل وحديث وحديث جدا يغني الأهالي من الذهاب إلى مستشفيات أخرى وتزويد بخصائيين مهرة تمكين جميع عناصر الطبية والطبية المساعدة الموجودة من تلقي دورات على جميع الأجهزة الحديثة والمتطورة لسد حاجة الأهالي في المنطقة المواطن الليبي أصبح لصيق النكبات فلا تكاد تحل واحدة إلا وتأتيه أخرى حتى كورونا التي تعامل معها العالم أجمع في ليبيا لم تستطع الجهات المعنية التعامل معها وراح ضحيتها المواطن